وفي حوار خاص للتلفزيون المصري شدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد علام على أن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تعمل على تنفيذ استراتيجية قومية للحفاظ على الهوية المصرية جاء ذلك خلال منقشة لجان الحوار الوطني قضايا المحور المجتمعي نصل لأليات معينة من خلال مؤسسات الدولة من خلال منظمات المجتمع المدني من خلال المؤسسات المختلفة داخل المجتمع أنها تتبنى استراتيجية قومية للحفاظ على الهوية الوطنية